انا جبت الحالة الضغط دية حالة جديدة كده حلو قوي من كده شنوبا بصراحة عجبتني جدا واشتغلنا فيها النهاردة وعملنا فيها اللحمة ولكن انا سلقتها انا سلقت فيها اللحمة قبل ما اطلع الهوى الموضوع متى حسال جدا يعني كده كده بتفتح تمام هي الموضوع بمنتاز سولة هنا بتقفل مجرد بس ما تغطي على الزرده الصمام الامان قدام حضرتك اهوة عندك اتنين مفتاحة وعندك واحد وعندك ده اللي بيطلع على البخار وعندك الشرح بتاع كل حاجة هتلاقيها موجودة وهنا الصفارة بتطلع من هنا الناحية دية اللي هو لما البخار بيضغط جوه الحالة بيطلع من هنا بصفارة كده هتلاقيها غريبة مختلفة عن اي حالة دهات تانية ولكن هي استخدامها زي ما قلتلك في القفل والفتح سهلة جدا اهو الماتيريا البلاسي بتاعها عالي جدا عالي الجودة تمام ازاي اهوة تفتحي زي ما حضراتكو ده شايفين انا سرقت فيها اللحمة تمام لا خلاص بقى عشان ما صدعكش الفكرة بس في حالة الضغط اي حالة ضغط عندك تستخدميها ما تملقش الاخر دي من الكوارس اللي بتحصل ان احنا بنمنى لحالة الضغط للاخر لا كل حالة ضغط يا جيمي بصي هتلاقي كده في علامة هنا اهو يقول لك ده المكس ما تزيدش عن كده لما ينفعش تزيد مية عن العلامة اللي موجودة هنا عشان تدي مساحة للحالة لان حالة ضغط فتدي مساحة للتقليب جوه والبخار في نفس الوقت لكن لو هتكتميها ده اكبر خطر في اي حالة ضغط يا جماعة ما بتتميليش للاخر لما نجي نحط فيها الحوم نحط فيها الفراخ نحط فيها موازن نحط فيها اي حاجة فبصي من هالموضوع اهو بصي بتقومي حاكمها كده كويس جدا وبعد كده بتقومي افلاها من هنا على طول الزرورة تلاقيه التوماتيكي توماتيكي طيب هجينا بقى نشوف عندنا هنعلق على التوردلي ازاي عندي اول حاجة معلقتين اتنين من السامنة خطهم عندي في حلة هنا بسم الله الرحمن الرحيم بس بس معلقة كده اعمل بيها الطش اللي هو الهالك بيجيب عندنا بصلايا افرمها فورم ناعم اشتركوا في القناة افرمها ام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان دي كبيرة شوية عشان كده هوت مو شايلينها ومواخد عندي البصل ان انا فرامته ناعم ده هوت مو حطينه هنا على معلاتين السامنة البلدي اللي عندنا هوت تمام ما شوه هز البصل كويس عوي داي بصي بقه هنا هوتها عندي كزرولة هنا صغيرة اخوة عظوا اللي بدا العمل شغل عالي أشوح عندي البصل أهو وبعد كدوات عندي شوية بسلة وجزر وهتجيبيهم طازة بتقطع الجزر الأول وتحطيه وتفصص البسلة طبعا أنا بصلاحة موضوع البسلة والجزر جيبي اللي كاس الجزة على طول جايب كسينة هم وطلعت منهم التفريز اللي موجود فيهم وبعد كده نبدأ اللي إحنا نحطهم عندي على البصل ونشوح التوردي بياخد عندي تشويحة مع البصلة كويس جدا وبعد كده بنبقى اللي إحنا نضيف له عندنا الخضار فبراحة خالص وهنا اللحمة زي ما اتفقنا إحنا سويناها اللي نحطها عندنا في التوردي حطناها في حلة الضغط اللي قدام حضرتك ودية العائلة الجديدة من كاتشينوفا متل موازهية بعد إيه ما تسرق إيه طبعا إيه إيه مش مستهلة حالة ضغطي إيه بص عاملت إزاي إيه أداء أوه إيه يا زبدة لوحدها إيه هللي بالك تعالوا بقى ناخد عندنا إيه البصل بعد ما بتشوحناه كويس جدا أوه منزل عندي بسلة والجزر ديتمين مع بعض كده هو واخليه واخليهم طبعا إيه تشوحوا التشويحة تمام جدا بس يا جيمي ده الغطة متاع الحلة هو متاع الضغط عجعجان ده الأمشن ده عجبني جدا بصلاحه يعني دي تقوم شايلة دي كده لو أنت عايزة إيه تقوم حطة ديت وتشتغل حل عادية فده برضو من الحاجات اللي أنا بحبيتها جدا جدا في حالة الضغط دي سهل قوي سهلت استخدام أهي وحتى تلاقي هنا فتحة البخار برضو لها هي شكلها شيء جدا وجميلة طبعا السلسين بتاعها ده اللي هو السلسين اللي هو التمنتاشر العشرة جميلة جدا من كيتشين وفا حلوة بجد يعني مستخدمها سهل وآمن طيب حطينا البصل شوحنا البشا دي كله مع بعضه نبدأ ناخد عندنا لإيه؟ مع علاقة صلسة الطماطم ونشوحها مع البصل والبسلة والجزر وبعد كده نقوم واخدين عندنا نصف لتر من عصير الطماطم مقلبين كل ده مع بعضه وطبعا قبل ما تقجنها بقوم سايبة عندي تاخد إيه؟ غلوة عندي على النور ولكن مش هنسيبها كده هو تلاقي نقوم إيه؟ جايبين عندنا ممكن نجيب ديت وناخد عندنا شوية شربة كده كده أصلا بهارس كلها تحت فهناخد إيه؟ شربة اللحمة ديت يعيني 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 ونجدها لإيه تقليبا مصبوطة ونسيبها عندي على النور تبدأ تقلي معايا ونبص عندي على الملح طبعا نزبطه نيديها ملح وبعد كده قديها شوية فلفل وبعد كده قم يديها شوية شطة كده إيه؟ زبطوا لي الأداء ونسيبها تاخد إيه؟ غلوة الوحدة هنا الأول وبعد كده نبدأ نحط لها الطاجن ونزبطه طيب قبل ما أحطها في الطاجن أنا أعمل لها توشة خيفة قوي تومة هو التوم بيتحط معاها التورلي مفروض مع البصل صح؟ أنا أعمل لها توشة كده بسيطة جداً ونحطها على الخضار دلوقتي قبل ما أبقى اللي أنا أحط الطاجن ثلاث فصو ستوم بس عشان ما تبقاش تقيلة ثلاث فصو ستوم أهم قط عندي عليهم شوية ملح تمام؟ حط عندي كزرولة كده صغيرة عندي على النار حط عندي معلقة سامنا صغيرة ممكن أركينا هنا شوية عشان نصف هنا ديت بعد كده بأم أخذ عندي التوم ثلاث فصو ستوم زي ما اتفقنا بعد كده حمص بس حاجات بسيطة عشان يديني اللون عشان ألبس هنا يا جيمي الكزرولة عشان بس النار عناية وأخذ عندي شوية من بس ياخد بس لون ده بيفاتح أهم أخذ عندي شوية كزبرة ناشفة حطينهم عليها نوص الخطوة ديها لتبقى جامدة أول اللي هي بقاهم أخذ عندي بس شوية من الشربة ديت أو من الصوص اللي انطلع ده هوت بقاهم أخذتهم عندي على التاشرة كده أهم أخذ الكلام ده هوت البشا ده كده والنمرة يحين فين عندي على الحلة ديت وأديها التقليبة تمام وأسيب عندي تغلي غلوة وبعد كده نبدأ اللي إحنا إيه نديها في الطاج بعد ما أخذ الغلوة تمام وبنبدأ حضراتكم اللي إحنا نجيب عندنا الطاجن اللي عندنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا ممكن نجيب دي أتطور بطا حسن طشعة جماعة عاملة فيها مخليها طعمها سكر أنا ضفت كده ربع معلقة سكر صغيرة جدا كده في الفاصل ليها عشان برضو تدي طعم حلو جدا ليها ربع بس معلقة سكر عشان الحمودة بس بتاعت اللي إيه آآ الصلصة التماطي تمام؟ أهي بعد كده بقى الفكرة متاعتي بقى الفكرة متاعتي اللحمة تخليها على الوش يعني كده تقوم واخدها كده كده وتقوم حطها كده بص كده خليها كده باينة على الوش كده روحمة المواس ديت بس تقليبها على الجنبين الأول ليه؟ عشان لما تخش الفرن تاخد كده وش كده حرواق كده من فوق فهتدي طعم خيالي اهو عصر هناخد البشا ده كده هناخد البشا ده كده نقوم حطينا على سوق بسم الله الرحمن الرحيم كده هون طي وافتح الفرن ناخد البشا ده كده ونروح عيش بقى صلى على رسول الله بقى بسم الله الرحمن الرحيم هو 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 شغل فاخر من السلام واللحمة بتبقى محروقة كده من فوق دوع هنا بقى قولك الأرمشة بتاعت اللحمة ديت اهو مع شوية التورد لكده حاجة محترمة جدا خلف هنا